حذر الكريملين من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد الإعلان عن إرسال نحو ألف جندي أمريكي إلى المنطقة ودعا الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الإطرافة كافة إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر وزيادة مخاطر الصدام في المنطقة غير المستقرة أصلاً على حد وصفه من جانبه حذر وزير الخارجية الصيني من أن إعلان الولايات المتحدة نشر ألف جندياً إضافي في المنطقة في ظل تصاعد التوتر مع إيران قد يفتح الباب أمام مواصفه بإطلاق الشرور في الشرق الأوسط وحث تهران على عدم التخلي عن الاتفاق النووي ندعو جميع الأطراف للتحلي بالعقلانية وضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم حدة التوتر في المنطقة وتفتح أبواب الجحيم ويجب على الولايات المتحدة تحديداً تغيير سياسات الضغوط المشددة التي تمارسها الإجراءات الأحادية الجانب لا تستند إلى القوانين التولية ولا تحل المشاكل بل ستخلق أزمة كبرى من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لن تشن حرباً على أي دولة إيران لن تشن حرباً على أي دولة في العالم والجميع يقر بأن الإدارة الأمريكية هي التي خرقت وانتهكت الاتفاق النووي ورغم أنها سعت إلى عزلنا دولياً لكنها فشلت في تحقيق ذلك معنا من موسكو مراسلنا محمد حسن محمد هل الموقف الروسي المنتقد للخطوة الأمريكية بإرسال ألف جندي هو من باب المناكفة التقليدية بين موسكو وواشنطن أم لا؟ روسيا تستشعر خطراً حقيقياً في المنطقة؟ نعم ربما أصبت في كل الأمرين من جهة هو دائماً روسيا لا تفوت فرصة لكي تندد بالتصرفات الأمريكية ومن جهة أخرى طبعاً هي تشعر بقلق كبير خاصة وأنها تدري أن أي تصعيد مع إيران سيكون الأكبر ربما بالمنطقة وكثيراً ما سمعنا ذلك من توصيفات مختلفة على لسان وزير الخارجية والمتحدثة باسم الخارجية ونواب الوزراء أن أي أزمة عسكرية مع إيران ستكون كبيرة جداً وستكون تداعياتها أو سيكون من الصعب التكهن بأي تداعيات وأي ارتدادات ستؤدي بالمنطقة بشكل عام هذا القلق سمعناه على لسان المتحدث باسم الكريملين قبل ذلك نائب وزير الخارجية سيرجي رابكوف كان قد قال أن التصرفات الأمريكية بالضغط النفسي والاقتصادي والعسكري على إيران تدل وتظهر نهج متعمد لتمهيد شن حرب هكذا وصف الوضع نائب وزير الخارجية ثم جاء المتحدث باسم الكريملين ليقول أننا ضد أي خطوات تؤدي إلى تصعيد قبل ذلك طبعاً الموقف الروسي دائماً يدعو إلى ضبط النفس ودائماً كان يرحب بأي اتفاقيات خاصة تلك التي كانت قبل حادثة ناقلتين النفط عندما توجه وزير الخارجية الإيراني إلى العراق ومن هناك دعا إلى توقيع اتفاقيات عدم اعتداء وزير الخارجية لفروف في أكثر من مناسبة رحب بهذه المبادرة ولكنها لم تؤدي إلى شيء وبالمخصص لنرى هذا التصعيد النتائج بعد حادثة الناقلتين فيما خص حادثة الناقلتين روسيا دائماً تدعو إلى عدم أي تهم أو اتهامات لأي جهة قبل القيام بتحقيق دولي نزيه لأن أي اتهام قد يؤدي إلى تصعيد وروسيا لا تريد هذا التصعيد بهذا يمكننا أن نختصر الموقف الروسي حتى الآن شكراً جزيلاً محمد محمد حسن في موسكو